نستهلها بالحديث عن أبرز التحذيرات المتخذة أو التحذيرات والتدابير المتخذة مع اختراب شهر رمضان المعظم من أجل وفرة المواد الغذائية والفلاحية بأسعار معقولة وأصهر على ديمومة جودة الخدمات للاستفاضة أكثر أسعد كثيرا باستقبال سيد حزب بن شهرة الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين سيد بن شهرة صباح الخير شكرا لك على قبول الدعوة شكرا سيدتي على الدعوة كما أحيي تحية طيبة لكل أمال الإدعاء الوطنية وأحيي المشاهدين الذين يتتبعون هذه الحصة أهلا بك سيد بن شهرة إذن الحديث اليوم عن مختلف التحذيرات القائمة على قدم وساق من أجل أن يمر الشهر الفضيل دون ظواهر سلبية التي نعرفها من غلاء الأسعار والمضاربة وغيرها شكرا سيدتي نحن جاءت العادة خلال السنوات الماضية والتحذيرات أمضان الكائم كنا دائما نحضره حتى لأبعى شهر وخمسة قدام الوقت على أمضان اليوم بدأت التحذيرات على مستوى وزاعة التجاهة وحتى وزاعة فلاحة وحنا أعضاء في هذه الليجن التحذيري التي تحذيرها أمضان نعم استبدنا من أخطاء تحت السنوات الماضية لكنا نتكلمون نحن نفتح أسواق موسمية أو بالمناسبة أسواق على مستوى كل بلدية وشفنا بل العدد ما يكفيناش باش يكون عندنا أسواق في كل بلدية لأن هذه التجاهة هم حتى التجاهة موسميين بالمناسبة لأن التجاهة كلهم عندهم محلات تحم كلهم عندهم أماكن لعمل تحم ولهذا لازمنا التجاهة موسميين والعدد ما لقناش ولينا نفتح أسواق يومين ثلاثة وتغلق السوق ولا نلقو فيها زوجة ثلاثة تجاهة ولهذا فكرنا باش نفتح أسواق محتائمة لكن في كل ضائعة مش في كل بلدية باش العدد تحم يكون أقل الفعالية تكون أحسن ونزودهم بكل المواد الضائعية خاصة خلال هذا الشهر فيه تحديقات على مستوى وزاء الفلاحة فيما يخص المواد الفلاحية كما فيه تحديقات على مستوى وزاء التجاهة ونحن نتمنى باللي مننا أمودان إذا كنا حيين سيمر على الموادن نقولوا بأقل فعال باش أنا نشوف القداش يضه ونشوف المواد حتى نشوف اللحوم الحمار فيه تدابير فيه تدابير فيه استياءات في المستقبل نظن باللي ما زلنا نواصلوا ويكونوا فيه تدابير جديدة وتحديقات جديدة لهذا الشهر سيد بن شهرة الحديث عن دوركم في التحسيس والتوعية وأيضا مرافقة مختلف الإجراءات خاصة مع العمل على ضرورة وفرة المواد الغذائية والفلاحية بأسعار معقولة شكرا سيدتي نحن خلال هذه الأيام الماضية القليلة الماضية بعد اجتماعات التحضيرية لهذا الشهر دنا بيانات واتصلنا بكل الولايات مكاتب الولايات التابعة للاتحاد وعطيناهم خائطة الطائق وعطيناهم العمل اللي يقوموا به بالتعاون مع مضيئة الارتجاهة على مستوى الولاي ودعوا اجتماعات على مستوى المحلي وخاشوا بنتائج وهم على وثق العمل احنا التحضير سيكون وطني عبر كل 8 وقعين ولايات فيما يخص حتى غننساعدوا في الشائكة لتكفلها باش جيب هاد اللحوم الحماء من الخارج باش نساعدهم في نقاط البيع لاننا شفنا خلال السنوات الماضية نسمعوا باللي فيه استياءات لحوم حماء لكن مش نهاش في السوق تباعت في جيهة وجيهة احنا ما دابينا هاد اللحوم يستفاد منها كل المواطن وكل الولايات عباء كل الولايات ولهذا احنا تعاهدنا خلال الاجتماعات الأخيرة باش الاتحاد يدخل ويوجد لهم حتى نقاط البيع عباء كل الولايات عباء 58 ولايات بإذن الله نكونوا في المستوى ونكونوا في التوعية احنا نوعى كل تجاتينا خاصة ان باش تكون الوفاء في المواد المقننة دي الأسعاد تحامقننة ومدعمة من طرف الدولة لهذا احنا صائمين باش الأسعاد تكون محتامة بالمناسبة بالمناسبة شجعتها سيدة الجمهورية فيما يخص القانون المضائبة اللي خلى خلى في أيام قليلة تكون الوفاء هذو المواد اللي كانت غائبة في السوق أنا نوجدها في السوق كما زيت المائدة كما الحليب كما إليها غائدة كل مواد اللي كانت غائبة من السوق أنا شفناها ولت للسوق من خلال أيام قليلة لأن التحدي سيد بن شهرة هو التموين المنتظم للأسواق خصوصا خلال شهر رمضان وفيه احنا ما عندناش الآليات أو الضمانات كإتحاد لكن خلال تمثنا خلال الاجتماعات مع الوزائر المعنية اللي فيه إيادة باش يكونوا الأسواق لأنهم وعندهم الآليات هما وعندهم مختصين كالميلاد باش يكونوا كل الأسواق كل الأسواق مدعمة بهذه المواد حتى سيكون فيه ضوائيات خلال شهر أمضان على مستوى الأسواق الجملة الخضاء والفواكه على إلى غير ذلك وإحنا سنحاول باش هذا الشهر يتمليحه المواد تكون في كل الأسواق سيد من شهر حديث عن ضرورة التشديد على تكييف تنظيم الأسواق ومراقبتها وتعزيز مكافحة المضاربة الذي أتى ثماره في الميدان آليات أيضا هناك آليات أيضا لإنشاء وتنظيم الفضاءات الجوارية بالحقيقة احنا تكلمنا خلال اجتماعات الأخيرة لتحضيع هذا الشهر تكلمنا باش يكون في أسواق جوائية بالمناسبة بالمناسبة سونا وقت الماضية كنا ندقوا في كل بلدية اليوم كنا ندقوا أسواق محطائمة بكل المواد نلقوا فيها احتياجات المواطن على مستوى الضوائر وإحنا كإتحاد العام للتجار والحيابيين كان لنا افتراح وإن لماذا لماذا مدام فيه تجار لعندهم سجل اتجائي متجول باش ما يبيعوناش في الصيفة باش ما يشوهوناش المحيط قلنا ندقوا أسواق أسبوعية نعطي مثال بسيط كما المدن الخبقاء كما الجزائر العاصمة إلى غير ذلك قيل كل يوم ندقوا أسواق في حي من الأحياء هاد تجار متجولين كل يوم في حي السبت في حي الحد في حي الاثنين ولهذا وهذا الأسواق تقوم بهم الجماعات المحلية اللي يتمثل بلدية اللي تنظيف ويكون فيهم ضغط الشقوط إلى غير ذلك ويكون نظام عام كما في أوبا يسموهم المارشة باريزيا وينقوا كل يوم عليهم لماذا لا يكونوا قاع سنة كاملة سنة كاملة ونتهنوا من هاد السوق البوضوية ونتهنوا من هاد الأحيالي تشوهت بالأصفة الحمشات إلى غير ذلك نحن قلنا ما دبينا ندقوا نظام لطول السنة مشغل بالمناسبات على شاء مضان حتى نحافظ على الديناميكية التجارية سيد برشهرة وأيضا ربما هناك تنسيق بينكم وبين يعني الليجان التابعة لكم أو التجار في حد ذاتهم حتى نتفادى الظواهر السلبية خصوصا المضاربة خصوصا ارتفاع الأسعار أيضا شوفوا يا سيداتي احنا الاتحاد العام التصوير والحياتيين له تحت اللواء التعاف 38 فيديارية وطنية وتعليمة واحدة نقدر نتكلم مع كل هذه الفيدياريات في وقت وجيز واليوم الحمد لله فيه نظام عام في هذا الاتحاد ومسموع الصوت التعاف في كل ولايات اليوم نتكلم عن النظام مدام فيه إعادة سياسية قوية لتنظيم هذا القطاع لأنه كان هذا القطاع كم ضهوة وصلنا حتى الخمسين في المئة على التجار موازيين وصلنا حتى كل الأخطاع والتجاوزات اللي قموا بهذه الفئة على التجار موازيين نسموهم على التجار الحقيقيين نعم ونتكلموا قال هات التجار في الساق هات التجار كده ونحن ننسو ننسو دايما ننسو بللي هذا التجار في في الشدة وفي الأزمات ننقو غير التجار في أزمة الوباء لقنا التجار زودوا المستشفيات بالموليد الأكسجين إلى غير ذلك شفنا في قفة أمريضان شفنا في الحائق الأخير شفنا نشوفوا غير التجار نايدين وننسينا بالإتجار هي مهنة الأنبياء وأصول ننسينا باللي الحق الوطنية مولوها تجار كل شهداء أغلبتهم تجار إلى غير ذلك ولهذا حتى هذه التجار الموازية هذو الأبناء تاعنا ونحن ما دبينا نحاول نحاول مش أردع ما نش قابلينا لأنهم الأبناء تاعنا نحن نحاول باش ندخلهم التجار الحقية باش ما يقودوش عيب على الخزين العمومي على الدولة باش تكون عندهم غير طاق اجتماعي إلى غير ذلك ولهذا احنا نبغي نساهم كإتحاد العمومي تجار الحياة فيين باش هاد الفئة نلقوها حل ميهائي مش تقيعي احنا الحلول التقيعية أو الضعفية ما نش قبلنا نحاول سعد الحلول نهائية الحلول نهائية كان لنا اقتراح فيه محلات تجار مغلوقة لتفوق تفوق تفوق مئة المحل فيها اسواق مغلوقة التي يفوق العدد تاحا 550 سوق مغلوقة فيها مستثمئين اللي حابين يستثمئوا في القطاع انسهلوا لهم الأمور ونرقوا حلول لأن العدد السكان الحالي محتاج إلى هذا العدد تعتج بل الحقيقيين بل موازيين ولهذا هذه الأبناء لا نستمح بهم ندامجهم للاتجار الحقيقيين هذه من بين الأليات والاقتراحات التي تقدمونها سيد بن شهرة من أجل استيعاب وإدماج تجار كما وصفتهم بغير الموازيين في النشاط الرسمي وفي الاقتصاد الرسمي ماذا بشأن التجار النزهاء يعني ما هي مثلا الاقتراحات أو النصائح أو الإرشادات التي تقدمها الاتحاد حتى يعني حتى لا تكون هناك مغالطة في جانبهم حتى لا تفادى المضاربة وتبعاتها شكرا سيدتي احنا شفنا خلال هاد الجزائر الجديدة فيه فيه نية حسنة وهي هادة سياسية قوية بشيكون فيه تغيير نحو الأحسن نعم احنا بغين نساهمه كاتحاد العام تجار الحيافين في هذا التغيير نعم لهذا احنا نحوصه حتى هادة فئة تعليمها يشتجرى بش يندامجوا بالتجارة الحقية بش يكونوا بش يكونوا أفقار المجتمع الصالحين في هاد المجتمع بش ما يبقوش عبعد الدولة ما عندهم ما عندهم يكون يخلص لهم الدواء اليوم الأسعى تابعة جدا الكي اللي هي مرض ما يصيش بش يشايد دواء بغينهم يكون عندهم غير طار اجتماعي احنا ندقوا كل ما في وسعنا وانا يوميا بدون بدون هوادى يوميا عبق كل الولايات عندكم التبعوا التواصل الاجتماعي وتبعوا التربازة في كل الولايات الاتحاد موجود بالنشاطات المختلفة احنا حاجة عادية احنا نوعه لانا تجاه تعنا لازم اقطاع احنا بش يكون فيه تغيير جدا في هاد القطاع لانا ما زلنا ضيعنا الوقت كتير ضيعنا الوقت كتير ما زلنا نخدمه بدون فوطاء وهلكنا الاقتصاد الوطني لازم نخدمه بالفوطاء لازم نخدمه بطاقة الالكترونية لازم نجعل ثيقة بين التاجة لازم لازم نشوف نشوف البقاء باش يكونوا نحو اللاباس باش ينقشونا باش يعطونا امتيازات للناس هادو اللي يخدموا بالتي بيو يخدموا باللاقات الالكتروني لازم نعاود نجعل بالثيقة بين التاجة والدولة والثيقة هادي نجعلها كلنا كل واحد في المكان تاعو حتى الاعلام يلعب الضوء تاعو باش اللي باعت الالثيقة بينهم بين الدولة ويخافوا باش يخدموا بالفاتو يخافوا من الزنبو باش يخدموا بالبلاقات الالكتروني يخافوا من الزنبو هذا الخوف لازم نحولهم ولازم نعطهم الحقيقة وما هو البديل سيد بن شهراء يعني كاقتراحات من الاتحاد من أجل استرجاع هذه الثقة وأيضا يعني حتى الاستفادة من مزايا الرقمنا لما نلجأ إلى البطاقة الالكترونية والشفافية من خلال الفوترة نحن نتكلم أولا أولا ما تقعون كميرسون اللي قناعود نجعو التيقة بانتاجها وباش نجعو هالتيقة اللي قتكون كما شفنا باللي فيها هذا سياسيا تكون مراجعة لزنبو بسكو يقول لك تقعو دنبو تولنبو فيه ناس كتير يتغربوا من هاد من هاد لزنبو ولهذا نحن نشوفه باللي جاع الناس تخلص لزنبو تاحا جاع الناس تخلص لزنبو تاحا ولزنبو يهبطوا خزينة العمومية تدخل أكتر ضهم لأنه حتى باسون يشابوا زنبو ولزنبو يكونوا حاجة معقولة أنه خطأة نشوفه لزنبو تقعيبا يدخل الشئيك مع التاجر ولهذا التاجر ما يكونش الناس ترجع 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 ويتكلموا ويتخدموا مع الدولة التاحب بالحقائق بالفلطأة لكن الفلطأة يتكلمون اليوم ما عنداش الحق باش أي عون تعالوا التاجر يجي لتاجر اللي عندها سيستي جاي ويخلي واحد اللي ما عندها سيستي جاي يآقب هادك وهادك ما يآقب دو فوائدو بكيل بكيلين هادي واحدة من ان يجي يجي يقول يعطيني الفلطأة الفلطأة تغادها من الحلقة الأولى من السلسلة ما تجيش للحلقة الأخيرة تقول الفلطأة فلطأة يجي يعطيها هادك المصنع هو الوو يعطي هادك المستوئد هو الو يعطي هادك الفلاح هو الو يعطي هاداك وما بعد Cantتard이 عند تجريقة ها Assembly ah تخلي وإحنا احنا بالنسبة هدي ما قبلنا هاش ما اقضيناش بها ما اقضيناش باش يخدوه للتاجة السغير يقول اعطيني الفاتواء الفاتواء تبعوها الفوق من سلسلة الانتاج تبعوها في الميناء تبعوها في الدخول تأسيلها تبعوها ليش في الاند ولهذا احنا في اعادة المضاعف القوانين واحتئام ما يبقوش هات القوانين حيبة على واق لازم تطبيق القوانين في نقطة المخازن والتخزين حتى نتفادى المغالطات والمضاربة استاذ بن شهرة ما المطلوب من التجار التصريح مثلا سيدتي احنا تكلمنا كتير وعينا كل التجارات انا وفهمناها بللي مش ممنوع باش يكون عندك مخزن لازم يكون عندك مخزن ولازم تخزن في المواد التي تخدم بها لكن الشيء الوحيد والبسط هو التعلن عن المخزن عند الموضائية الولائية وتعطيهم العنوان عن مخزن تاك الغدوة يجي اي حد يكون تولي قال له هذا علم باللي عنده وعنده المحل تاكب بلاز بلنيون لكن اذا كانت تخزن بدون علم للإضاءة للمعنيين للموضيع اتجار احنا نشكوا بلي فيهم مضابة ولهذا معاقبوا واحنا لقانون لا يحمل مغافرين احنا للضوء تعنا باش نوعوهم وباش ندقوا اعلانات تخدمناه اليوم كل واحده عم على علم خاصة من بعد لسيدة الجمهورية دا القانون تاكب المضابة الناس قاعدة بلا. ما تودوا ما توجهوا. احنا نقول لهم التازموا بالقوانين. هذا هو. والقانون فوق الجميع. قانون فوق الجميع. القانون فوق الجميع. الأليات السهر على ديمومة وجودة الخدمات في إطار دائما التحذير لشهر رمضان المعظم. كيف ترافقون ذلك؟. احنا احنا خلال سهر امدان بس تكون فيها ليجن مؤقبة ويلائية مختلطة. نعم. مختلطة. يكونوا فيها يكون فيها اتحاد الزر يكون فيها اعوان الاعوان تجاهة يكونوا فيها من البلدية من منتخبين من منها. بس بس نعطوا بس نعطوا بس نعطوا واحدة النضرة شاملة بايلي كل كل فئات مجتمع آآ معنيين بهذا بهذا به هذا السهل ومعنيين بهدا الاسواق آآ آآ باش آآ يكون فيها تسجيعات لها هذه الناس بس يخدموه. احنا بدنا وما زال فيها اجاد اجارات اللي ما مازل ما تكلمناش عليها وماناقدش نتكلم على حاجة اللي ما تكلمناش عليها. اما زال فيها اجتماعات آآ في الايام القليلا واآآآ في الوذاعتين و Without ويكون فيها جديد بإذن الله وهما اللي عندهم الآليات الدولة هي اللي عندها الآليات المؤاقبة إلى غير ذلك نحن هم نمشي معهم ونعاونهم ونخدمهم مع بعض لكن الآليات والصلاحيات يوجعون لهم ولكن ترافقون أعوان تجارة لازم 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 نأفقهم باش حتى التاج يشوف الممثل تاعة مآبق الأعوان يمشي يمشي ما يقول لك شئ هم جاي يتعدوا علي ولا يحققوني ولا ما تكونش فيها لأن الممثل تاعة هم على الأعوان ولهذا يكون في التجاوب إن شاء الله هناك تركيز في إطار هذه التحضيرات سيد بن شهرة على ضرورة وفرة المواد الغذائية والفلاحية بأسعار معقولة تموين المنتظم للأسواق وأيضا تكييف تنظيم الأسواق ومراقبتها وتعزيز مكافحة المضاربة كل هذه الأمور هي في صلب انشغالات الحكومة اليوم شوفي سيدتي هي الحكومة حكومة ذات اجتماعات واختاب قائلات وقد نجلست عن طائق الوزائر المعنية الوزائر المعنية قايمة باجتماعات التموين سيكون بإذن الله وأهم يوفقوا له كل الآليات باش يكون هذا التموين موجود وباش الوفاء تكون كاينة وباش الأسعار تكون محتامة حنا كيتكلمنا عن الليجين مختلطة في مؤاقبة أسعار خاصة 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 ما فيش لعب في المواد المدعمة واللي الأسعار تحتها مقننة من الدولة ما فيش لعب ما فيش تسامع ما فيش تسامع في هذه المواد والمواد للأسعار تحتها نحن نطلب من هذا المنبر باش خلال هذه التجارة تعنا يؤفقوا بإخوانهم مستهلكين ما هي الرسالة في الأخيرة المقدمة سيد بن شهراء للتجار وحتى للمواطنين أيضا حنا عدنا ثقة كاملة في التجارة تعنا نحن نعرف باللي تجارة الحقين هما تجارة نزهة التاجة هو الأمين وما يعطوش سؤال سلبية لأي حد من هذا المجتمع باللي تجارة ما يشوش وتجارك هذا وتجارك هذا عطينا في كل أوقات عطينا أمثلة عليا فيما يخص النظار فيما يخص تعاون فيما يخص هذه المحنة الشائفة لازم في هذا الشهر أمضان نفقوا بإخواننا المستهلكين لأن حتى إحنا كتجارة مستهلكين لأن إحنا تجارة في مادة وحدة ونستهلكوا كامل المواد الأخرى ولهذا نقول لهم افقوا بعض لكم بعض وإن شاء الله إن شاء الله أبي هو لي خلصنا على النواية تعنا نتمنى بلغنا أمضان إن شاء الله الله تعالى بلغنا أمضان نكونوا في أحسن ما يقام وأتمنى الدولة تعنا المجهودات اللي يقوموا بها تمنى لهم النجاح إن شاء الله ونقرجوا من القوقعة بإدميرها إن شاء الله شكرا جزيلا لك سيد حزب بن شهر الأمين العام للإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين على كرم الحضور وعلى هذه الاستفاة شكرا سيدتي الكائمة أهلا وسهلا